موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام مع صوء الأوضاع الاقتصادية صارت المرأة تلعب دورا أكبر وواضح في معاونة الرجل في إعالة الأسرة وبناء المنزل لكن رغم أهمية دورها إلى أنها لا تزال تعاني من تمييز ضدها خاصة على صعيد فرص العمل والأجر في بعض المورثات الاجتماعية خلال هذه الحلقة نناقش أهمية دور المرأة خاصة على الصعيد الإنتاجي ونتطرق كذلك عن برامج تمكين المرأة من قبل الحكومة لحديث حول هذا الموضوع أرجوكم رحبوا معنا بوكيل وزارة شؤون المرأة سيد بسام الخطيب مرحبا بك مرحبا بكم أسان نور لكم لكل المشاهدين والمشاهدات سهلا عندما نقول أن المرأة نصف المجتمع ماذا يعني ذلك على الصعيد الاقتصادي على صعيد تحقيق التنمية وحتى الحماية من أي انفكاك اجتماعي وتحمل كافة الصدمات نعم بداية في هذا اليوم الثامن من آذار عيد المرأة العالمي وعيد المرأة الفلسطينية نقول كل عام ونساءنا بألف خير نساءنا في السجون نساءنا في الحقول نساءنا في الوظيفة نساءنا في البيت في كل مكان في الشتات في فلسطين في الداخل في كل مكان نقول كل عام وهنا بألف ألف خير ويأتي الثامن من آذار القادم وقد حققنا كل الأهداف المرجوة والمطلوبة نعم المرأة هي نصف المجتمع بكل المقاييس كنسب ولكن هي كفعل كل المجتمع 100% هي مربية النصف الآخر إذن هي تكون 100% بالكامل ولكن يحرم عليها ضمن الثقافة المجتمعية الموروثة ضمن العدات والتقاليد يحرم عليها هذا النصر أو هذه النسبة أو هذا الإنجاز لصالحها هي تنجز في البيت تنجز في العمل في الوظيفة إذا كانت موظفة تكون بمهام البيت كاملة والوظيفة كاملة والزوج هو فقط لا يساعد ولا يستطيع حتى أن يقدم في بعض الحالات الشكر لزوجته لا بل حتى في بعض الحالات يكون التعنيف لهذه المرأة أو هذه الزوجة التي واقفة أو تقف مع زوجها الأمثلة كثيرة في بجتمعنا الفلسطيني أن المرأة هي يعني يقال أنها جنبا إلى جنب مع الرجل نحن من كل كوزارة هي أيضا في بعض الأماكن أو هي أمام الرجل تكون نعم يعني أنظر في الأقصى الآن المرابطات نساء في قطاع غزة الحبيب هنا اللواتي يأخذنا قيادة الأسرة بعد استشهاد وخاصة للرجال خاصة في الحروب الأخيرة على غزة في الضفة في الشتات في مخيمات اللجوء في كل مكان تجد المرأة هي في الميدان بالتالي التنمية هي موضوع اقتصادي معروف إذا عطلنا هذا النصف حتما ستعطل التنمية ستكون النتائج ناقصة وبالتالي يجب تفعيل هذا النصف تفعيل المرأة تفعيل حقيقي زالت العرقيل من أمامها وإعطاها الفرصة حتى تثبت نفسها وهي أثبتت بالمناسبة كثير من تجارب وبالتالي هنا تستطيع أن تحقق التنمية الشاملة مع أخيها الرجل هي قدرات عالية ويعني هي طاقة يجب استقلالها كالرجل تماما وكما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة لكن رغم أهمية المرأة لكن في فلسطين وفقا للحصائيات الأخيرة إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة بلغت فقط 21% بالألفين وواحد كانت فقط 10% هذا الارتفاع قريل فقط لماذا هذه الفجوة الكبيرة ما بينها وبين الرجل نعم شوف إيه يعني هناك أسباب حقيقية منها العادات والتقاليد منها يعني التربية والثقافة المجتمعية منها النظرة النمطية السائدة للمرأة منها أيضا العرقيل التي توضع من أمام تقدم المرأة للمصاف الأولى أو مواقع صنع القرار بالمناسبة إذا خذنا نسب التعليم في فلسطين هي في بعض التخصصات أعلى من الرجال نعم صحيح لكن في المواقع المتقدمة هي أقل نسب قليلة هذا سببه أثعادات الموروثة سببه التمييز الموجود من قبل الرجال عشان هيك نحن كوزار الشؤون المرأة نعمل الآن بدأنا العمل مع الرجال أيضا سواء في صناع القرار أو في المجتمع المحلي حتى يعني يتم تغيير النظرة السلبية إلى إيجابية تجاه المرأة وحتى يعني يتم أخذ المرأة بالحسبان وأنها هي تستطيع ولا فرق بينها وبين الرجل فهي نحن كمان كوزار الشؤون المرأة هي إنسانة وإذا تعاملنا مع المرأة كإنسانة أخذت كل حقوقها وإذا اعترفتها ولكن إذا بقينا نتحدث رجل ومرأة لن تأخذ الحقوق عشان هيك العمل الآن بدأ أيضا مع الرجال خاصة في موضوع العنف في التمكين في فتحه والمجال للنساء في التقدم للأمام إذا أخذنا مثال العنف من يعنف في غالب الأحيان من هو المعنف؟ الرجل إذن أين هو يجب أن نعمل معه ويجب أن نتحاور هنا بالمناسبة هو حوار وليس صدام البعض يأخذ الفكرة أنها رجل ومرأة أو صدام أو خصم أو عدو لا 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 نحن عائلة أسرة واحدة نحن نعمل بالحوار ثم الحوار ثم الحوار لأن الصدام لا يعطينا النتائج عشان هيك إحنا يعني دائما منقول الحوار أولا وأخيرا ربما الحوار أيضا يجب أن يشمل المؤسسات والشركات يعني خاصة بأنه الإحصاءات تقول أيضا هناك فارغ في الأجر ما بين الرجل والمرأة هذا انتهاك أيضا صحيح صحيح واستغلال لهذه الطاقات كذلك نعم نعم يعني بالمناسبة هو الحد الأدنى للأجر في فلسطين هو قليل ولا يلب الطموح فما بالك إذا لم يدفع بالكامل يعني في كثير من الحالات لنسائنا أو بناتنا 600 و 800 شكل مشغل يدفع حتى كمان في 500 في حضنات الأطفال في الرياض الأطفال في المشاغل في المصانع وفي للأسف كمان جزء من المصانع أو مشغلية للنساء بأعطيها شك بقيمة الحد الأدنى للجهور 1450 وبتصرفها من البنك وترجعها النص نعم في حالات النساء يعني في أنه مشكلة كمان تحدي أنه النساء لا تفصح لا تشتكي خوفا على مصيرها أو خوفا على استمراريتها في العمل خوف من طردها إلا أنه القانون حماها قانون العمل حمل مرأة حتى لو اشتكت حماها وبالتالي نحن بهذه المناسب كوزارة مرأة أيضا أطلقنا أو اشتغلنا مع وزارات الإخصاص وزارة العمل تم العام وأول العام كمان اطلاق حملات لصالح تنفيذ الحد الأدنى من الأجور مع طواكم التفتيش الخاصة بوزارة العمل على مستوى الوطن فتم يعني اطلاق هذه الحملة وتم زيارة عدد من مصانع المشاغل محلات التي تعمل بها نساء للتأكد من الراتب ظروف العمل المعاملة أنت تخيل أنه خصوصا في قطاع الخدمات إحنا لدينا مشكلة في قطاع الخدمات مع النساء وبناتنا أنها تعمل سكرتيرا تعمل يعني مراسلة تعمل مرات لتساعد أطفاله كمان لكل أعمال المكتب وآخر نهار يتم التحرش بها هاي كمان معضلة كبيرة هذا انتهاك نعم نعم وانتهاك صارغ العمل طب وش دوركم في الحالية؟ كيف نحكي لهم أولا بالقانون ثانيا بالحملات الوعي والزيارات التفتيشية أيضا لكي يعني من تسول له نفسه أن ينتهك أي حق من حقوق النساء أنه هناك ناس موجودة كمان ستدافع أو تأتي للتفتيش والدفع عن هذه الموظفة برفع الوعي للنساء نفسهم كمان تثقيفهم رفع الوعي أنه كمان لا خوف من الوظيفة أنه يعني تروح الوظيفة عليها لأن القانون يحميها فكلها بدأ بالقانون وبحملات التوعية والضغط والمناصرة أيضا يعني ربما هي مهمة جدا خاصة بأنه وضعنا في المجتمع الفلسطيني للنساء لديهم خصوصية كبيرة هي أحيانا تكون زوجة أسير زوجة شهيد إلى آخره فهي تعيل أسر وللأسف أيضا للإحصائيات العائلات التي تعيلها امرأة هي فقيرة جدا في هذا الموضوع هلواء كيف يمكن ما هي برامج تمكين لهؤلاء النساء يعني هذا سؤال مهم جدا وهو هذا يدخل تحت بند التمكين الحقيقي للنساء التمكين الاقتصادي الحقيقي للنساء نحن نعمل باتجاهين تجاه التدريب ورفع الوعي للنساء في المواحل الاقتصادية كما تعلم أولا يعني قبل الإجابة أنه وزارة شوالمرأة هي ليست وزارة تنفيذية وزارة السياسات يعني إقراء القوانين والتشريعات والحملات والمناصرة ورفع الكدرات ولكن نحن نعمل على التمكين الاقتصادي من خلال مؤسسات المجتمع المدني الموجودة من خلال مراكز تواصل نحن في فلسطين يوجد لدينا في كل محافظة مركز مركز المرأة مركز تواصل موجود في المحافظة نفسها ونحن يعني يكون هذا المركز أو المنصقة التواصل تكون حلقة الوصل ما بين الوزارة مؤسسات المجتمع المدني على الأرض وهي كثيرة في كل المحافظات كوزارة نكون بالتدريب وتأهيل هذه المناصقات وطواكم مراكز تواصل والمؤسسات أيضا وبالتالي هذا من ناحية نظرية من ناحية عملية بدأنا الفترة الأخيرة أنه بإيجاد برامج خلينا نقول كرود مشاريع مدرة للدخل من خلال مراكز تواصل من خلال التنفيذ لأن التنفيذ ليس كوزارة يعني أعطيك مثل الأخير كان لنا لقاء مع البنك الوطني في فلسطين يعني نقدم لكل الشكر والتحية ونأمل أنه كمان باقي البنوك أيضا تساعد ولكن نأمل أنه نطمح بالمزيد يعني كمرأة أنه خصص هذا العام بمناسب الثامن أذار مليون دولار لصالح النساء كرود بدون فوائد وهذا شيء مهم جدا تم الاتصال الآن مع مراكز تواصل لأجل إيجاد القوائم أو الجهات الاختصاص بشرط أنها تكون معيلة للأسرة لأن المعيلة للأسرة هي التي تستلم القيادة بعد وفاة زوجها يعني معناها لا دخل لها وخصوصا إذا كان عمرها صغير فبالتالي أطفالها صغار فهي الست سيتم التحرش بها نظرا للحاجة يعني أنت تخيل إمرأة ثلاثينات وهي بلا دخل فجأة بدون سابق إنذار كيف تعيش أولادها هل الأطفال هذول يعرفوا أنه الدخل أنه الأمهم ما عندها دخل ولا عندها ما بتعرفوا بدهم يأكل ويشرب حقهم كحق باقي الأطفال يعني شوفوا باقي الأطفال وأصحابه الأم نفس الشيء وبالتالي يجب تمكين هذه المرأة تمكينها التمكين الحقيقي بمشروع اقتصادي هذا المشروع سيؤمن لها الاحتياجات الأساسية إذا أمن لها الاحتياجات الأساسية لها ولأطفالها إذا حمينا هاي الست هي وأطفالها الأسرة إذن حمينا المجتمع بالتالي هذا موضوع مهم لأن مكلقنا جدا بدأنا العمل به سابقا والآن بدأنا مع شركة جوال ضمن المسؤولية الاجتماعية أيضا بعدد المشاريع الآن مع البنك الوطني مع بعض المؤسسات الاقتصادية أيضا التي تساعد النساء هذا يعني موضوع مهم جدا لأنه التمكين يحميها من كل الاستغلال والتحرشات يحمي أطفالها من العادات السيئة تتابعوا أيضا مع المرأة أو تقومون بدراسة الجدوى مثلا تساعدوها أو ما بعد إنشاء المشروع تتابعوا معها في هذه الأمور يعني عملنا كله سياساتي وبالتالي نحن نقدم كل ما تحتاجه من مشورة ونساعد من ضمن الاقتصاصيين معنا والمؤسسة نفسها هي يعني من نسبة المشاريع نحن مش تنفيذين ولكن من خلال مرأة استواصل من خلال المؤسسة المقرضة أيضا هما يتم متابعة المشاريع نحن نريد لمشاريعهم أن تكبر وتكبر يعني إذا أخذت خمسة ألاف دولار مثلا يصير حشرة خمسة عشرين خمسين أن تزيد نريد لنسائنا نحن لا نريد نريد تنمية مستدامة لنسائنا لا نريد فقط إغاثة نريد تنمية نريد مشاريع كبيرة نعم نريد أن تكون المرأة صاحبة مشغل صاحبة مشروع صاحبة مصنع وتشغل عدد من النساء وتكون ضمن تعاونيات أو أفراد أو جماعات هذا الذي نريد لنسائنا لا فقط بشاريع صغيرة أيضا طيب هذه برامج تمكين كيف تقيمها يعني بصراحة للحد الآن هناك زيادة بالفقر زيادة في الفجوة في العمل زيادة في الفارق في الأجر الإحصاءات منذ سنوات هي هي يعني لا يوجد تغير كبير بها صح لماذا لا يوجد تغيرات وأين المعيقات في الموضوع شوف يعني تم العمل مع النساء في هذا الموضوع الاقتصادي فترة طويلة من الزمن ولكن التركيز كان في مجمله على المشاريع الصغيرة اللي تشوف أي معرض بازار وطني بتلاقي نفس المنتجات في كل المحافظات بتلاقي سواء مواد أكل يعني زيت وزعتر مقلل تطلق مربيات بتلاقي ملابس إكسس وراء يعني كلها نفس الشيء نحن لا نريد لإنساننا هذا فقط لأنه بالمناسبة هذه المنتجات هي موجودة في كل بيت فلسطيني موجودة في كل بيت فلسطيني فكيف بتتم تسويقها أيضا المهمة المنتج المهمة التسويق بتحكي بيزنس يعني مشروع اقتصادي وبالتالي فسوق مفتوح أيضا في منافسة شديدة يكون فيه تمييز يكون فيه تمييز في دعم عشان هيك أيضا فكرنا وبدأنا يعني نفتح خطوط لمنتجات النسائية في الخارج هنا لا نريد فقط معرض في أي دولة دولة عربية وغيرها فقط لمدة أسبوع من الزمن نريد أن يكون هناك وكيل خاص لهذه المنتجات النسوية الفلسطينية في كل دولة عربية على مدار السنة هيك منشجع أيضا المنتجات منشجع النساء بدر للدخل ومنفتح قنوات تسويقية المهم شيء أهم يعني شيء في التسويق في الاقتصاد هو التسويق إذا ما فيه قناة تسويقية فيه منتج طيب نسوق إذن التسويق أهم كمان مهم جدا كذلك هدايانا يعني إحنا عدينا قوائم وكمان منطور في القوائم نبعثها لمجلس الوزراء ليكون قرار ملزم للوزراتنا ومؤسساتنا الحكومية الهدايا سواء الداخلية أو الخارجية تكون من خلال هذه المؤسسات وعلما أنه كمان فيه إعفاءات ضريبية لهذه المؤسسات الغير ربحية فيه إعفاءات هذا كمان من الضريبة فهذا كمان مشجع آخر للنساء الغرفة التجارية بتخفض عليها من رسوم كمان هذا مشجع آخر للنساء وبالتالي ولكن نحن يعني النسب ما زالت ضئيلة صحيح يعني نطمح أنه تزيد هذه النسب مع يعني تغيير كل النظرة للنساء مع النساء أنفسهم كمان كمان مرأة نفسها ما تنتظر حتى حدا يعين لازم هي بيكون موجودة فيه عندنا نماذج يعني نساء عندهم مشاريع كبيرة بيصدروا منتجاتهم من الخارج ممكن بيبيعوا أونلاين كمان موجود فبالتالي هاي مبادرات نحن نشجحها ونحفزها وندعمها طب فيه يعني مضوع متصل هناك الكثير من نساء يعانون من العنف من التحرش والآخره كيف تعملون مع كافة المؤسسات الحقوقية وكافة المؤسسات في هذا الموضوع وتشبيك ما بينكم نعم العنف هو من أهم المحاور التي نعمل عليها يعني نأمل أن يأتي اليوم الذي ينتهي هذا المحور البغيط عن نساءنا ولكن بالتمنيات فقط لا ننتج لا ننجز شيء عشان هيك تم وضع عدد من الخطط والبرامج استراتيجيات الخاصة بالمرأة تشكيل اللجان الوطنية لمنهضة العنف للنساء كلها كمان القرارات واللجان كلها تكون بقرار من مجلس الوزراء يتم رفع التوصية من الوزارة ومجلس الوزراء يصادق على هذه التوصية وهذه اللجان هذا بدل أيضا أنه لرادة سياسية داعمة للنساء في فلسطين والمرأة أيضا تم عمل يعني إن شاء النظام التحويل إكرار النظام التحويل الوطني هذا النظام للنساء المعنفات هذا النظام هو الذي ينظم العلاقة ما بين الضحية الشرطة الصحة والتنمية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية اللي هي بيوت الأمان وقطاع العدالة نعم عشان هيك في كل محل تم إنشاء وحدة عندك في الشرطة تم إنشاء وحدة حماية الأسرة إذا دور بيتعنف بتروع على الشرطة هناك حدا بيساعدها وحدة خاصة بيساعدها بتقدم لها التسهيلات بترشدها بتوجهها شو تعمل وإحنا كمان وظهرنا نأمل إنه ولا إمرأة ولا أخت تذهب للشرطة يعني مشال ما يكون في عنا عنف بتاتا لأنه كمان إحنا ما بدنا يكون في قضايا في أسر مشكلة في المشكلة هذا الموضوع أنه أيضا حتى لو تعرضنا للعنف يعني لا يفضلنا الذهاب للشرطة غالي مشكلة أيضا بسبب العادات والتقاليد والتعرض وبالتالي بتكون نوكعت ولا كذا حتى يعني في مرة حالة كانت تم إبلاغنا كوزارة وتم يعني الاتصال مع المحافظة في المكان ومع الشرطة لحمايتها تقديم الخدمة لها لهاي السن عندما يعني ذهبت لشرطة قالت إن زوجي ما ضربني ليش من أجل حماية أطفالها بالتالي إحنا كمان في الصحة تم تدريب كل الطواكم تقريبا والعمل جاري على تدريب طواكم كلها يعني في الصحة في الشرطة على هذا النظام من أجل العمل عليه عندك أيضا تم إنشاء المرصد الوطني الرصد العنف في فلسطين هذا لأول مرة أيضا ويكون موجود عندك إحنا تم تكشكيل أيضا الموازنات الحساسة للنوع الاجتماعي مع وزارة المالية العمل الآن في لجانة وطنية على أساس تكون موازنات السلطة والوزرات حساسة لأنه تأخذ بعين الاعتبار المرأة فريقة تخطيط الموازنة عندما يعد الموازنة يكون في اعتبار أنه في مرأة أيضا يعملها يعني يأخذها بعين الاعتبار في هذه الخطة وهذه الموازنة عندنا يعني إضافة للجان الوطنية المشكلة حملات التوعية أيضا حملات التوعية كان أخيرا حملة من بيت لبيت هذه الحملة تم إطلاقها في قلقيليا في جنين العمل جاري الآن على إطلاقها أيضا في باقي المحافظات هذه الحملة تهدي في الدخول لكل بيت فلسطيني تعرف على العنف تركيز على العنف تحتاج توعية صراحة نعم بيكون هاي الحملة بتكون بقيادة المحافظ نعم والشرطة المؤسسات الحقوقية التربية والتعليم رجال الدين المؤسسات الدينية أيضا المؤسسات الحقوقية في المؤسسات المجتمع المدني طبعا بالشراكة مع الوزارة هاي الحملة يعني إنت لما تكون موجودة يعني بتكون مع كل جهات الاختصاص إنت بتركز هون على التمكيل الاقتصادي بتركز على التمكيل السياسي بتركز على العنف الموجه على أساس النوع الاجتماعي على كل المحاور بتجملها في هذه الحملة وهذه الحملة أيضا هي بلا تمويل بلا تمويل تمويلها ذاتي يعني حتى نبقى نضع المعيق المالي والتمويل هو عائق أمام تقدمنا ومشاريعنا نحن أخواتنا وأخوتنا الرجال كمان كثير متدربين متدربين لدينا موجود وقعات لدينا موجود يعني فكل ما نحتاجه يكون موجود وبالتالي قصدنا أن تكون ذاتية التمويل طب كيف تشوف واقع أو مقارنة المرأة الفلسطينية بالنساء في الدول العربية مثلا يعني هناك بطالة هنا وهناك بطالة هناك الواقع كيف تقرأها نعم يعني شوف لنا لقاءات كثيرة مع الخارج ودول الجوار دول عربية يعني بالمقارنة نحن في وضع جيد في وضع جيد رغم يعني نحن نطمح بالمزيد إلا أن وضعنا كنساء أيضا وضع المرأة في فلسطين جيد بالمقارنة نحن يعني فقط الذي يعني العدات والاحتلال نحن عندنا عنفين كما تعلم يعني عنف الاحتلال هذا مش موجود بره وعنف المجتمعي يعني بعد عنف المجتمعي كما عندنا عنف الاحتلال الذي يعني موجه ضد النساء في كل مكان في الشارع كل يوم في المعتقلات الأسيرات يلدنا على الحواجز يلدنا في السجون يعذبن غير موفر لهم الظروف الحياتية الأساسيات كمان هذا العنف أيضا هذا معضل لنا بالإضافة إلى العنف المجتمعي اللي بنشطل عليه العنف الاحتلال أيضا تم عمل خطة تنفيذية لقرار مجلس الأم الثلاثاش خمسة وعشرين هذا قرار صدر أم هلفين عن الأمم المتحدة وتم عمل خطة تنفيذية إلو بالشراكة مع الحكومة مع وزارات مع مؤسسات المجتمع المدني وتم أيضا إدراجه يعني ضمن خطة موازنات وزارات الاختصاص حتى يتم العمل على تطبيقه وتنفيذه هذا من خصوص العنف الاحتلال وعنف المجتمع أيضا هناك فيه كثير من الخطاط إلو إحنا يعني منقارنة مع دول الجوار زي ما حكيت لك جيد ولكن نطمح بالمزيد والمزيد حتى نحقق كافة حقوقنا المدني هل العنف مثلا مربوط بسوء الأوضاع الاقتصادية يزداد مع هذه الأوضاع سبب من أسباب العنف العام الوضع الاقتصادي نعم سبب يعني الأسر الفلسطينية بشكل عام الوضع المادي ليس بتجيد فمتطلبات الحياة الأساسية كثيرة للأسف هناك عادة في المجتمعات العربية كاملة أنه التنفيذ الرجل ينفس فقط عند المرأة يعني كل المتطلبات الحياة جيب جيب كذا كذا وبالتالي هو ينفس فممكن يكون في بعض الأوقات عشان هيك احنا رحنا على التمكين الحقيقي دماء المشاريع مشان نخفف العنف لأن التمكين الاقتصادي جزء من العنف ممكن يعني هو غير قاصد لضربها أو ممكن يضربها وبالتالي نتيجة هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفيه جزء من الرجال غير مبالين لا يعملوا أيضا صحيح وغير مسؤولين عن الأسرة كمان هاي مشكلة كبيرة أيوة بالتالي نعم الوضع الاقتصادي هو سبب من أسباب طب في هكذا الظروف يعني برايك وين ممكن النساء تتوجه في أي قطاعات يحتاجها العمل فعليا شوف للأسف أن معظم النساء والفتيات متوجهات نحو يعني الموضوع الاجتماعي سواء في التعليمي يعني أو قطاع الخدمات نعم نحن نقول كوزارة أن المرأة تستطيع أن تكون في كل مكان مع أخيها الرجل وفيه نماذج سبقته بالتالي نحن نريد للمرأة أن تكون سيدة أعمال أن تكون كبيرة أن تفكر في مشاريع كبيرة أيضا وأن تثبت وكما أثبتت أنها تستطيع أن تكون في كل مكان إن شاء الله يعني نتمنى ذلك إن شاء الله ولكن لأسف المناصب العليا هنا في فلسطين هي حكر على الرجل تقريبا يعني محدودة يعني هي توصل مناصب وزارية نيابية ولكن تبقى محدودة بالأسف يعني مقارنة مع الدول العربية أيضا عندنا نسب جيدة كوزيرات كمحافظات يعني المحافظة هي المحيدة أظن في الوطن العربي عندنا في فلسطين يعني قاضيات محاكم العادية وشرعية أيضا ذونات شرعيات موجودة عندنا يعني في كل المناصب موجودة ولكن نسب ليس كما نريد نريد أن تكون أكثر فأكثر هذا يعود على التوعية الشاملة يعود على تغيير النظرة لصناع القرار والرجال للنساء بخلالنا كوزارة ومن خلال كل من يعمل لصالح المرأة على تعديل وتغيير هذه الثقافة الموروثة للأسف يعني هي الثقافة الموروثة من البداية عشان هيك إحنا حكينا هناك خمس مجالات للعمل مع المرأة ولصالح المرأة أولها الأسرة والتربية ورجال الدين ورجال القانون القضاء ثم الإعلام عشان هيك إحنا اشتغلنا مع خمس مجالات هاي في كل مجال تم عمل شيء معين يعني الإعلام آخر إشي اللي إحنا نقدم له كل الشكر والتقدير اللي واقف معنا ومع قضايانا تم تأسيس الشبكة الإعلامية الحساسة لنوع الاجتماعي مع كل وسائل الإعلام في فلسطين لأن دور الإعلام دور مهم جدا خاصة في قضايا العنف تصور أنت إذا تم قتل امرأة أو وفاة امرأة في مكان معين وظهر المراسل وقال إنه قتلت الآن امرأة في مكان معين ممكن تكون حد السير ممكن تكون مرض جلطة يعني فجأة كل الناس بأخذوها على قضايا ما يسمى قضايا الشرب للأسف أيها فهذا الإعلامي هذا المراسل يجب أن يكون خطابه حساس لنوع الاجتماعي كيف يكون عشان يكتم تأسي الشبكة وهناك عدد كبير من التدريبات والعمل معهم وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب شكرا جزيلا لك شكرا لوقتك معنا شكرا لكم يعطيكم العافية وإحنا بنشكركم بنشكر الإعلام الحكومي الإعلام الخاص كل وسائل الإعلام فلسطين على وقوفهم مع قضايا المرأة ومناصرتها شكرا لك بهذا نصلوا مشاهدين الكرام إلى نهاية برنامج المجلل الاقتصادية دمتم بالفي خير ترجمة نانسي قنقر